اشتركوا في القناة ونعامنوا يخرجهم من الظلمات الى النور لكنه الان نحن بحاجة الى تجديد هذه الحياة حتى نجدد هذه الحياة الواقعية ونتمكن من ان نتقدم الى الامام وننقذ المسلمين من هذه المهاوي السحيقة وهذه المشاكل العويصة والله سبحانه وتعالى ناصر من نصر لربما تمر قرون كثيرة قبل ان تشهد الدنيا شخصية عملاقة اخرى كالامام الشرازي الذي كان نادرة من نوادر التاريخ في شتى الميادين فقد كان رجلا استثنائيا في ميادين الايمان والتقوى والعلم والمرجعية والتأليف والورع والزهد والجهاد والاخلاق والعمل والريادة والتأسيس والتربية الى غير ذلك من الابعاد التي يصعب جمعها في رجل واحد ان الاسلام هذا الدين الخالد ما فتأ يقدم العبقريات عبر التاريخ ليؤكد حيويته وطراوته وعظمته ولذا ليس غريبا ان يظهر في العالم الاسلامي عبقري كالامام الشرازي الذي هو نتيجة طبيعية لتعاريم الاسلام واهل البيت عليهم السلام فقد قدم هذا العبقري العظيم انموذجا حيا لعبقرية الاسلام وعظمته فقد كانت مرجعيته تمثل انموذجا حضاريا نادرا في زمن المرجعيات فالى جوار كونها مرجعية علمية فقهية أصولية كانت رائدة في اعادة صياغة مفاهيم الامة واحياء قيمها وتعاليمها الاصلية مما يتطابق ولغة العصر الحديث وقد عالجت الكثير من المشاكل والأزمات وقدمت اطروحات عديدة في مجال التجديد والانهاض بالامة ولقد لاقت هذه العبقرية الفذة مؤامرات وحروبا للقضاء عليها الا انها بقيت كالطوض الشامخ تواجه العواصف والحروب بأقدام ثابتة وإيمان لا يتزعزع وعظمة هذه المرجعية الحضارية كونها أولت جميع فئات الشعب أهميتها وعملت على تقارب هذه القوى لتصب في خانة الإسلام ومن هنا أولت مرجعية الإمام الشرازي تربية جيل من الفقهاء والمجتهدين والخطباء والمؤلفين أهمية عظمى فبنت في كل بقاع الأرض مدارس علمية تولي اهتماما خاصا بتربية رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وقد أنتجت تلك المدارس رجالا عظماء في شتى الميادين وفي مختلف الأصعدة إلى جانب آخر أعطى الإمام الشرازي أهمية كبرى في بناء المؤسسات والحسينيات في كل مكان لما كان يراه من أهمية تلك المؤسسات والحسينيات في نشر الوعي والثقافة في الأمة الإسلامية ولم يكن اليأس حاجزا في ذلك وكثيرا ما كان يقال له إن تنفيذ هذا المشروع صعب كان يقول بكل ثقة على الله ليس بصعب وحينما كانت السبل تنقطع أمامه وييأس الآخرون في تنفيذ مشاريعه وأطروحاته كان يردد ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم مما يعطي دليلا واضحا على مد ارتباطه بالله وأهل البيت عليه السلام ونفسيته العظيمة المشبعة بالأمل والثقة بربه العظيم ولذا كان يواصل العمل في مختلف الظروف بلا كلل ولا ملل وفي جميع مراحل حياته مراهقا وشابا وكهلا ولم يفوت فرصة في حياته إلا واستثمرها فيما يخدم الشريعة السمحاء وأهل البيت عليه السلام وقسال قلمه المبارك رغم مشاغله الكثيرة على تأليف أكبر موسوعة فقهية في التاريخ الإسلامي حيث بلغت أكثر من 150 مجلدا إلى جانب مجاميع كثيرة من المؤلفات في مختلف العلوم وشتى الميادين حتى تجاوز 1200 مؤلفة وكان كالبركان لا يكل أبدا ولا يتعب حتى في السنين الأخيرة من حياته التي قضاها مريضا مما كان يذهل حتى المقربين منه لإصراره على العمل والحركة رغم آلامه ومرضه وكان الصفاته الحميدة في الأخلاق الحسنة هي مضرب المثل حيث كان يقابل الإساءة بالإحسان والقطيعة بالوصل والخشونة باللطف وله في التواضع باع طويل حيث أن المرجعية والزعامة لم تغيره بل زانته بالتواضع ونكران الذات حتى كان يشارك في إعداد الطعام في منزله ويسلم على الكبير والصغير كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله ويقوم احتراما لهم وتمتاز مرجعية الإمام الشرازي عن غيرها أنها رائدة في طرح مجموعة كبيرة من الأطروحات الإمام الشرازي كان رائدا عملاقا من الرواد الأوائل وكان يسبق التاريخ في حركته وتنبؤاته وأفكاره فقد قدم أطروحات في شور الفقهاء المراجع والأمة الواحدة والتعددية والحرية والعدالة والمساواة والسلم واللاعنف والاكتفاء الذاتي وإلغاء الحدود الجغرافية المصطنعة وغيرها من النظريات الرائدة وكانت له ثلاث أمنيات يحدث بها المقربين منه الأولى أسلمة العالم الثانية رفع راية أهل البيت عليهم السلام خفاقة في أرجاء العالم الثالث وحدة الشعوب والأمم حتى تصير كالجسد الواحد إذا اشتكى عضو منه تداعت سائر الأعضاء بالحمى والسهر إن الحيوية العظيمة التي يمتلكها هذا الدين العظيم تولد هكذا عبقريات وعظما فالإمام الشرازي ليس بعيدا أن يكون كذلك حيث أنه ينتمي إلى سلالة عريقة حملت راية الإسلام منذ القدم فهو يتصل نسابه الشريف بزيد الشهيد ابن الإمام زين العابدين عليه السلام وقد أنجبت هذه الأسرة الكريمة عمالقة حمل نهضة الأمة ورفعوا من شأنها كالمجدد الشرازي الكبير قائد ثورة التنباك والمرزى محمد تق الشرازي قائد ثورة العشرين وآية الله العظمى السيد صادق الشرازي أدام الله ظله الوارف والولادة الإمام الشرازي حادثة عجيبة حيث أن والده المقدس آية الله العظمى المرزى مهدي الشرازي توسل بالأئمة الطاهرين عليه السلام كي يرزق بابن عظيم يحمل لواء الدين فكان مولده ببركة هذه التوسلات في النجف الأشرف مدينة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام عام 1347 حجري وقد هاجر مع والده إلى كربلاء المقدسة عام 1356 حجري وتسلم فيما بعد قيادة الحوزة العلمية وقاد نهضتها الثقافية بعد رحيل والده عام 1380 من الهجرة النبوية وعمره في الثالث والثلاثين ثم هاجر من كربلاء المقدسة عام 1390 هجري إلى الكويت ثم هاجر إلى إيران عام 1399 حيث استقر في مدينة قم المقدسة حتى عرجت روحه الطاهرة إلى بارئها يوم الثاني من شوال ألف وأربعمائة واثنين وعشرين هجريا وشيع جثمانه الطاهر في موكب مهيب شارك فيه المراجع والعلماء والفقهاء وسائر فئات الأمة ودفن بجوار مرقد كريمة أهل البيت السيدة فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بقم المقدسة ورغم رحيله المبكر فلا زالت كلماته وأطروحاته وأمنياته تدوي في أرجاء المعمورة لتثبت عظمة الإسلام ومذهب أهل البيت عليهم السلام الذي أنجب عظماءك الإمام السيد محمد الحسيني الشرازي قدس الله نفسه الزكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر